ما زلنا في البلاغة النموذج الرابع من نمازج الوزارة أبيات البلاغة للبرود تقول تفضل أزوحسن أيد المنون قدحت أي زنادي وأطرت أي تشعلة بفؤادي أوهنت عزمي وهو حملة فيلق وحطمت عودي وهو رمح طراضي لم أدر هل خطب ألم بساحتي فأنا أخى أم سهم أصاب سوادي المجمل العام للأبياتي أوسي الصلاح طبعا المنون اللي هو الموت قدحتي يعني أشعلتي الزنادي اللي هو العود اللي بتقدح يعني تشعل به النار أطرت يعني نشرت الفؤاد اللي هو القلب أوهنت يعني أضعفتي عزمي يعني قوتي وهو حملة الحملة اللي هي الكر بتاع الجيش الفيلق اللي هو الجيش وحطمتي يعني كسرتي عودي اللي هو الخشبة التي أعتمد عليها وهو رمح اللي هو ما يستخدمه المقاتل أو الجند في الحرب ده عبارة عن قناة في مقدمتها سنان طراضي يعني صيدي لم أدري يعني لم أعرف هل خطب يعني أمر عظيم ألم بساحة يعني نزل به فأناخى يعني استقر أم سهم أصاب سوادي يعني شخصي ينادي محمود سامي البارود على الموت بأنه يعني أشعل النيران في قلبه بعد وفاة زوجته وبذلك ضعف عزمه الذي يساوي عزم جيش كامل وكسر الموت عوده الذي كان يعتمد عليه في كل الأشياء فهو لم يدري هل خطب ألم بساحته هل شدة نزلت به فاستقرت عنده أم أن ما حدث سهم أصاب شخصه بوفاة زوجته إذن هنا العاطفة أستاذ صلاح تتمثل في الحزن طبعا الحزن والأسى وطبعا يعني أستاذ محسن طبعا فصل تفصيل دقيق ولكن أنت عزيز الطالب يعني لست مطالبا وخاصة إذا كانت الأبيات بهذا الشكل كل الكلمات صعبة لأنها دا يرفلك الماضي البرودي ده أساس الكلاسيكي يعني جايب ألفظه من المعجم كلمات يعني فيها قدر من الماضي وفيها قدر طبعا كلمات يعني سكيلة شوز محسن لكن أنا أستطيع أن أقول مثلا طبعا ما عرفت أن هو يكفي أن هو بيقولك في البداية أن البرودي بيكتب قصيدة رثاء لزوجتي فأنا أستطيع أن أقول أي رثاء يبقى ما العاطفة المسيطرة على الشعر الحزن وإحنا قلنا إحنا لم يجي يقول لي السؤال بتاع التجربة الشعرية يعني مزج الشعر بين العاطفة والأفكار أو مزج الشعر بين العاطفة والألفاظ أو مزج الشعر بين العاطفة والصور الشعرية أنا عندي عامل مشترك هنا اللي هو إيه العاطف فبجيبها دايما في الأول أنا لو فرحان الأبيات بتاعته تيجي تدل على الفرح لو حزين الأبيات بتاعته تيجي تدل على الحزن فبجيب عامل مشترك في الأول اللي هو العاطفة أقول لك قد سيطرت على الشعر عاطفة الحزن والأسر لفراقه زوجته وقد جاءت الأفكار ملائمة لها شرح موجز أنا كطالب شفت الأبياد يقول مثلا أن الموت قد أخذ زوجته منه فأشعل الفؤاد ووهن العزم منه أو وهنت صحته بعد موت زوجته ولا يعرف الشاعر ما الذي أصابه بعد موت زوجته وكأنه سهم قد دخل في فؤاده يعني في حيرة أنه اضطراب النفسي بعد وفاة زوجته وبذلك يكون الشاعر قد مزج بين العاطفة والأفكار ده السؤال الأول طبعا يا الصلاح لأن الشاعر الجيد دي حاجة أستنبه كده بتحطي في الآخر لأن الشاعر الجيد هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله عمل عملية نازج هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله تمام طيب الصورة في قوله وهو رمح بيقول من الرمح العود يبقى شبه العودة بالرمح يبقى تشبيه بليغ الاتنين مد يبقى سر الجمال توضيح المعنى برسم الصورة له هم الاتنين موجودين يبقى هو رمح ده تشبيه على طول لما يقول أياد المنون يعني أستاذنا أستاذ رفعت من البحر الأحمر يعني أكرمه الله ورعاه طيب ليش عرفني نداء أزموح بيقول لي هو بيقول لي ممكن نبصلها لأنها استفهام فبقول له ده هو بينادى على الموت أياد المنون طيب مش أنا ممكن أقول وقطرت أي شعلة بفؤادي استفهام لا أيت في أيت بقى هنا اهieri من ذلك بيقول ابن البيت الأول تمام وقدحت أي زنادي تمام يعني برضو استفهام لا ده أنا بتكلم على البداية نعم أستاذك طالب أزموح سني اي ممكن أقول يعني معرفش أن يداب داقة إيش عرفني أنا ممكن أقول أيد المنون يعني أنا برضو خليني أكون رحيم مع الطالب ما هو لو قال أي زنادي وقال أي تشعلتي صح ماشي طيب لكن ما يقول أياد المنون دانى دى غرض واظهار الحزن والحصر نعم أول يعني أن ده ممكن نقول برضو غرضو التحصر ولما يقول هل خطب ألم بساحتي بس هو بيقول من البيت الأول أنا فاهم ده أنا بكلم على حاجة تانية في البيت التالت لكنه ما يحدد لي بقى لازم ألتزم نعم